نرجع تاني بقى للمال الحلال والحرام حيك بذلك بتقول لي اللازم يكون الحج نفسه بمال حلال طب الى الدخل كله يكون حلال ولا بقى نحاول ان احنا يبقى الفلوس نطيعين بها على الاقل اللي تبقى حلال اصل هو الرزق بتاع ربنا سبحانه وتعالى لا يتجزأ الرزق يا ام حلال يا ام حرام ده سعب بقى فيه شبهة كده يا فيه بعض المهن الناس بتشتغلها مش عارفة فلوس الحلال والله حرام بس الحلال وبين والحرام وبينهما امور مشتبهات لا يعلمها الا كثير من الناس ذهب لعالم مثلا وقال له خلي بالك الشغنان ده حرام ما يشتغلهاش لا يصر على هذا العمل نعي في الظروف الصعبة لنا عشانا دي في بعض الاعمال زي مثلا في الفنادق في البنوك في بعض الاماكن في هذه الاعمال والله لو لقى غيرها لو ملقاش هتطر لات ملقها يشتغل يأكل عياله ويأكل زوجته ويأكل نفسه لكن لو لقى حاجة غيرها هذا افضل لكن احنا بنقول ايه ان واحد مثلا امواله كلها من غسل الاموال من الرشاوي من اعمال تنافي الاداب مثلا وجمع فلوسه ورحجز حج ربنا سبحانه وتعالى طيب لا يقبل اولا طيب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجل يرفع يديه الى السماء ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يترد عليه ويقول له ايه لا لبيك ولا سعديك ليه حشان مالك من حرام انما فيكت احنا نروح ربنا يتوب علينا وجلنا فرصة نحن من الاول توب من الاول اطلب المال حلال ويتوب زي ما انت عايز تتوب